السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياكم الله الاخوان وبياكم ما زلنا ان شاء الله بإذن الله نستكمل سلسلة كورس الهايبر في مايكروسوفت ويندوز سيرفر احنا اليوم بنتكلم حو موضوع الفيرجوال نتورك والاكم من منظور مايكروسوفت هايبر في فيرجوال نتورك انكلود فيرجوال نك اضافة الى فيرجوال سويتش اضافة الى الاب لينك الاب لينك حقيقة هو عبارة عن البورت اللي عبارة عن الفير نك او ما يسمى بالفيسيكال نيك زي ما تشوف عندك ده عبارة عن الفيسيكال نيك او ممكن تسميه الابلنك لانه بسمى بالابلنك لانه بيربط ما بين الانترنال نيتوورك او الفرجوال نيتوورك والريال نيتوورك او الاكسترنال نيتوورك فهولي بيتيح للترافك يدخل من الاكسترنال نيتوورك الى الانترنال نيتوورك او من الريال نيتوورك الى الفرجوال نيتوورك فعشان كده بيسمى بالابلنك وتسفر زوال سويتش الفرجوال سويتش بيسمح لي ان انا اكون نكت ما بين فرجوال مشين مع بعضهم البعض دي واحد بيسمح لي انه الفرجوال مشين تطلع على العالم الخارجي دي اتنين وبيسمح الفرجو الماشين تتخاطب مع الهايبر فيو هوست يعني الجهاز اللي منصب عليه خدمة الهايبر فايزر او الفرجواليزيشن تكنولوجي المقدمة من شركة مايكروسوفت اضافة الى السويتش بيشتغلي في اللاير 2 اللي بيشتغلي على مبدأ الماك ادرس اضافة الى انه بيكوننكت الفرجوال ماشين تو ابلينك فرجواليزيش اوفر فيتشرز سيس از عندك اي ار بي سبوفينج بروتوكول عشان الالسيكيورتي دي اتسي بي جارد بورت اكسي سليست كنترول باندويد ليميتيشن انت تقدر تعمل ليميتيشن في الاين والاونت اللي بيطلع وبيدخل على الفرجوال الماشين او على الفي امس على الفي ام مايا والفي لان اذا انت بتحب تستعمل في لان على الريل نيتورك فو ممكن تعمل انتجريشن ما بين الفرجوال ماشينس والفي لان الاس ار انبوت اوتبوت فرجواليزيشن وهذا متواقد مع الهايبر في فيرجن تري وهذا نفس الشي متواقد على الهايبر في فيرجن تري المقصود انو بيسمح مجموعة من الابس او مجموعة من الابلاينز اللي بتطور الشركات حتا تشتغل مع النيتورك متلان زي سيسكو زي جيني بار زي فورتينيت تطور مجموعة من الفرجوال تشتغل حتا تعمل كنترول على الفرجوال نتورك الخاصة بالهايبر فيزر انواع الهايبر فيزر عندك النوع الاول انترنل او اكسترنلح عفوا والنوع التاني عبارة عن الانترنل و النوع الثالث عبارة عن البرايفيت الاكسترنال بيسمح انو الفرجوال الانفيرومنت يجنект عال الريال الانفيرومنت انترنال بيسمح عملية تجنناكت ما بين الهوست اضافة الى الكلام سهل العالم الاوال الهمينج النوع становится ده عبارة عن الإكستران فبلاحظ ده عبارة عن الريالهوس أو عبارة عن الفيسيكل سيرفر. بشكل ده ده عبارة عن الفيسيكل سويتش مكناك مباشرة على الفيرجول على الفيسيك كان الفيينيك عن الفيسيكال نك. وهذا رايح على سويتش. هنا بالشكل ده ده عندك ذي موان فيين تو عندك هنا؟ فر جوان نك، وهنا في نك بالشكل ده فهم كننكيت Radio Directly. ده عبارة عن petite الصورة الثانية بتوضح لي موضوع الانترنال فهي سمحت انه الفي امس تتصل عن طريق الفيرج والسويتش مع الهوست الحقيقي لكن ما فيش اتصال بالعالم الخارجي لكن في البرايفيت بيسمع فقط اتصال الفي امس مع بعضهم البعض لكن ما فيش اتصال على مستوى الريال او على مستوى الهايبر في هوست الهايبر في هوست ما فيش كونكشن دي عبارة الانترفيس اللي احنا بنتمكن من خلاله انه نتعامل مع الفيرج والسويتش او بنتعامل مع الهايبر في نتورك مجموعة من الترنس او المصطلحات اللي لازم تفهمها في موضوع الهايبر في فيرجوال نتورك هو عبارة عن الفيرج والسويتش اللي بيسمح لك تكون نكت الفيرج والسويتش بواسط الفيرج والسويتش بواسط الفيرج والسويتش في الريال لايب او تعالوا نشوف ونطبقها مباشرة ونشوف ايش ممكن نعمل عشان نتعامل مع الفيرج والسويتش فنحنا رايحين على التبويب من قائمة اكشن فيرجوالسويتش مينجر او ممكن تطلع من اكشن وتذهب كمان الى سيتينج ومن سيتينج تتعامل مع الفيرج والسويتش لكن نحنا بنختار الفيرج والسويتش مينجر من هنا ودي عبارة عن التري تايبس اوف فيرجوالسويتش المتواقدة على مستوى الهايبر في اكسترنال انترنال انبرايفيت بالشكل ده ففي الاول نحنا بننشئ او بنكريت اكسترنال سويتش وده السويتش بنسميه بالمنجيمنت فيرجوالسويتش بالشكل ده هنا بختار كرت الشبكة اللي انا بتعامل معاه او اللي كنكتده مباشرة على الاس اكس او عفوا على الهايبر في هوست فالخيار ده بيسمح لي انه الكرت ده بيكون مخصص فقط بعملية مخصص في عملية المنجيمنت يعني المنجيمنت ترافيك بيكون بيمر مباشرة فيه وده عبارة عن الخيارات انا ممكن اغيره الى انترنال نيتورك او برايفيت نيتورك فكده فلو حب تعامل معه كمان الفيلان اي دي عشان يكون انتيجريتد مع الريال انفيرومنت لو انت تطبق او لو انت مطبق اصلا عبارة عن الفرج واللان في الانفيرومنت تبعك فانت ممكن تحق عشان يكون انتيجريتد معها وكده تعمل ابلاي بالشكل ده نحن الان نكون انشأنا سويتش لكن السويتش ده بيستخدم فقط في عملية المنجيمنت بمعانا ان انا بكون نكت عليه عشان امنج الهايبرفين ما زال بينشي الفرج والسويتش ما بياخد فيو منتس طب خلينا اختر ريال توك نتورك نعمل ابلاي موسيقى موسيقى نتأكد أنه أنشأ الفرج والسويتش أو لا نعمل رايت كليك ونطلع على سيتينج ونروح للخيار أو التبويب الخاص في النيتورك لا طبعا هو منشأش حاليا نرجع مرة ثانية ونختار مرة أخرى طبعا هو مش طبعا هو مش راضي أنه يعطي لي بسبب أن أنا بستخدم يعني ريموت بشتغل عليها أنا مباشرة حاليا أنا بستخدم الريموت بالضبط طيب فنحن ننشأ الآن على سبيل المثال على سبيل المثال هذا بيستخدم عشان تكونكت المثال في أمس ترافيك عشان في أم ترافيك كده نعمل أبلاي ويس وبيعمل أبلاي تشينج حاليا طيب شباب عملنا الاتصال مرة ثانية طبعا الرسالة اللي كانت بتطلع كان نتيجة أنا مش يعني مش قادر أصنع خاص بموضوع أو بمسألة الخيار ده بسبب أننا بستخدم البورد كمان في مسألة الريموت لأننا بشتغلش على السيرفر ده أو الجهاز اللي بشتغل عليه أنا بريموت على سيرفر ثاني فهذه كانت المشكلة اللي واقهتنا الآن حاليا فنحنا على سبيل المثال ممكن ننشئ عبارة عن إنترنت سويتش ونسميه مثلا في أم لاب أو خليها نعطيه في أم ترافيك بالشكل ده فنعطيه عبارة عن اتصال برايفيت فقط ما بين الفرج الماشين مع بعض البعض بالشكل ده وكده نحنا نكون انشأنا فرجوال سويتش ولكن الفي ام ترافيك تعالوا ننشأ واحد تاني اكسترنال ونعطيه هايبر في اند في امس بالشكل ده ونعمل اد فكده انشأنا اتنين فرجوال سويتش الاول بيسمح اتصال بترافيك ما بين الفي ام على مستوى الفي ام نفسه والتاني بيتيح الهايبر فيو هوست تتصل فقط مع الفرجوال ماشين نفسه بالشكل ده فهنا انت ممكن كمان تعدل الماك ادرس اللي مين يمام والماكسم الخصائص الخاصة في الماك ادرس بشكل ده فنعمل كنسل حاليا او او كي فنطلع على الفرجوال ماشين نرأي تكليك وستنك ونطلع على التاب او الخيار باسم نتورك اديبتر ونفتح الخيار هنا فبنحدد نوع الفرجوال ماشين اللي بتكون كنكتد او الفرجوال سويتش اللي بتكون كنكتد عليه هل هو عبارة الفرجوال ماشين دي او الفي ام دي بتكون متصلة مع الهايبر فيو نفسه او بتكون عبارة عن جزء من الفي ام ترافيك فقط تتصل مع بعضها البعض طبعا انت ممكن تعمل انابل للفي لان اي دي عشان يكون انتجريتد مع الفرجوال سويتش اضافة انه يكون انتجريتد مع الريال انبايرومنت تبعك انت ممكن هنا تعمل الماكسم الخاص بالباندويد ممكن تشيل كمان الخيار ده تعمل ابلاي على سبيل المثال ووكي ونفس الشي كمان تعطيه للفي ام دي بنفس الشي فكده في ام ترافيك ابلاي ووكي فكده ان احنا الان اصبحت الاثنين دون الفرج والماشين متصلة مع بعض البعض الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام شكركم على حسن الاستماع وطيب الله اوقاتكم شكرا جزيلا